كشفت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيافية وجود مخطط خارجي خبيث بأدوات داخلية يهدف على إبقاء العراق مستوردا للمحاصيل الزراعية ستراتيجية وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي إن عودة الحرائق لمزارع الحنطة والشعير في عدة مناطق بالبلاد تأتي بعد إعلان اللجنة والحكومة عن وصول العراق للاكتفاء الذاتي من الشعير بشكل خاص وسيبدأ بالتصدير قريبا وأضاف الشمري إن استمرارية الحرائق تعود بنا لما حدث خلال الفترة الماضية من أعمال إجرامية طالت حقولا ومزارع للحنطة والشعير والأسماك بعد الإعلان عن الاكتفاء الذاتي منها